فغرض الشيطان أن يسلب أن يسرق على فكرة الكلمة الأصلية بتعني الإرهاب الغرض بتاع الإرهاب هو القتل والسرقة والتدمير وهذا طبعا من عمل أولاد الشيطان الكتاب المقدس يصف الشيطان أنه كان ذاك قتالا منذ البدء فيريد أن يدمر مخططات وسبل الله المستقيمة لكن نشكر الرب مكتوب عن يسوع المسيح ابن الله كلمة الله الحي أنه جاء لينقض أي ليدمر أعمال الشيطان فمن أول الخليقة وأول جملة قالها الله وقال الله ليكن نور فكان نور وفصل الله بين النور والظلمة فإذن الظلمة هي غياب النور وكل ظلمة هذا العالم لا يمكن أن تؤثر على شمعة واحدة مضيئة مهما كانت ضعيفة فالنور يؤثر والنور يعكس والنور يبدد الظلام وهذا طبعا ما عمل الله في الخليقة من اللحظة الأولى فاصلة بين الظلمة والنور اشتركوا في القناة